شكرا يا خالد يقوم باحثون في كزاخستان بجهود شاقة للحفاظ على نوع من النصور مهدد بالانقراض ويعتبر هؤلاء أن التطوع وحده ليس كافيا إذ ينقصه دائما عنصر التمويل يحلق يعلو يرتفع والفضاء الفسيح حدوده مشهد ولا أروع لمحبي الطيور ولكن المشهد نفسه لا يجد الوقع ذاته في عيون بعض من يعمرون هذه الأرض محمية نورزون في كزاخستان النصر أكبر ما ينفذ إلى رحاب السماء اتخذت منه كثير من الأمم حول العالم شعارا لقوتها باتت اليوم بعض أجناسه مهددة بالانقراض ومنها هذا الذي يعيش في هذه المحمية النصر البحري أبيض الذيل هكذا يسمى بالرغم من أن أقرب نقطة تفصل مكانه عن المحيط تبعد آلاف الكيلومترات يكافح في حربه للبقاء في هذا المكان أكثر من أي بقعة أخرى في العالم فهنا تكثر مقاومات استمراره وتتنوع ليصبح موطنه مقصدا للكثير من الباحثين وحماة البيئة حماية الطيور من خطر الانقراض ليس أمرا سهلا الطيور دائمة التنقل من مكان إلى آخر لذلك نحن معها دائما في حالة مطاردة تسلق الأشجار العالية وبناء الأعشاش وتهيئة الظروف المناسبة لصغار هذه الجوارح لتنمو وتترعرع وكذلك تدوين المؤشرات وما تعنيه من دلالات في مسيرة نمو هذه الطيور كلها أمور ينبغي للباحث أن يؤديها في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض أبيض الذيل يسافر مهاجرا كل شتاء إلى إفريقيا وتساعد المجسات التي ثبتها الباحثون في قوائمه على تحديد مكانه واللحق به إلى هناك لمتابعة سلوكه في فصل تختلف ظروفه تماما عما هي عليه في موطنه الأصلي ويبقى التمويل الشغل الشاغل الذي يؤرق المتطوعين في مسيرتهم لحماية الحياة الطبيعية على كوكب تتداعى عليه الأكل